اشتركوا في القناة الفشل يؤدي إلى النجاح الفشل هو مصطلح مخيف بالنسبة لمعظم الناس لقد علمتنا سنوات من التكيف مع أبائنا ومدرسين ونظام التعليم أن الفشل شيء يجب تجنبه بأي ثمن لكن الحقيقة هي أن الفشل أمر لا مفر من وفي الواقع يؤدي الفشل إلى النجاح أفضل الناس في مجالاتهم يفشلون طوال الوقت فإن كل شخص ناجح لديه بعض قصص الفشل التي يرويها لقد تعلموا جميعهم أن يخذوا إخفاقاتهم ويستخدموها لتحقيق النجاح وهذا ما نعنيه بالفشل يؤدي إلى النجاح المجتمع لا يكافئ الهزيمة ولن تجد العديد من حالات الفشل الموثقة في كتب التاريخ لذلك جميعنا نخشى الفشل ونخشى الوقوع فيه لكن في الحقيقة أن الفشل هو طريقك للصعود إلى القمة حيث أننا نعيش في واقع جميع الناس فيه لا تتوفر لهم نفس الظروف الملائمة للعمل والعيش الرغيد لذلك لا بد من السعي وبدل الجود حتى ننصل إلى النجاح الذي نرغب به عليك أولاً تحديد هدف لك لتركب صمتك في هذه الحياة فإن تحديد الأهداف يمنحك رؤية طويلة المدى ودوافع قصيرة الأجل كما يركز على اكتسابك للمعرفة ويساعدك على تنظيم وقتك ومواردك حتى تتمكن من تحقيق أقصى استفادة من حياتك إن أعظم سبب للفشل يظل ملتسقاً بعدم تحديد هدف الإنسان في الحياة وكثيراً ما يعيش بعض الناس أيامهم بدون هدف يسعون لتحقيقه ولا غاية يتصورونها لأنفسهم فيتيهون في صحراء الحياة بلا بوصلة ترشدهم ولا مرفأ أمان يسعون لبلوغه وعلى أنقاض هذا الوضع يتشكل الفشل شيئاً فشيئاً ولتحقيق أمنية النجاح وجب أن يحدد كل شخص هدفه في الحياة أو هدفاً في مجالات وميادين كثيرة أخرى وعدم اتخاذ المرء لتصور واضح لهدفه في الحياة يعيقه عن التحرك بطلاقة وعزم وثبات والكثيرون جداً يسيرون في الحياة ضمن قيود وظروف تسمى بالروتين بلا أي هدف يتركون أمواج الحياة تقود مركبهم دون أن يحاولوا استعمال الأشرع للتحكم في اتجاهه حياتهم اليوم هي نفسها قبل سنوات لا نقلات مادية ولا معنوية لا دفقات طموح ولا غيرها والمشكلة أن إجابات الفاشلين على سؤال ما هدفك؟ مخيمة للأمال وهي لا أعرف إن عدم وجود هدف في الحياة هو كارثة حقيقية لذلك على كل إنسان أن يسأل نفسه ماذا أريد لحياتي في هذه المرحلة؟ وماذا أريد لها في المرحلة القادمة؟ ماذا أنجزت من أهداف في المرحلة السابقة؟ وهل أنا أقترب من الأهداف التي أريدها؟ وهل أسير رحوها في خط مستقيم بدون انحناءات أو التواءات؟ إلى غير ذلك من الأسئلة التي تكون إجابتها الحقيقية كالبوصلة تحدد لك مكان الاتجاه ولا بأس أن تخصص الدقائق معدودة في كل يوم تفكر في الاحتمالات المختلفة التي تقربك أو تبعدك عن الهدف تحديد الهدف لا يكفي فلابد من محفز يدفعك للعمل للوصول لأهدافك وذلك من خلال تصور أن الهدف تحقق بشكل حقيقي وواقي هذا التصور الذهني يجعلك تشعر بالسعادة التي قد تحصل عند تحقيق الهدف فعليا وبالتالي يكون لديك حافز كبير لأن تعمل جاهدا لتحقيقه على الرغم من أنه من السهل الشروع في السعي لتحقيق هدف جدير بالاهتمام إلا أن القدرة على الحفاظ على الزخم لضمان تحقيقه تمثل مشكلة أخرى تماما عندما يكون المحفز لديك منخفضا يتم اختبار التزامك وتصميمك وشغفك عليك أن تدرك أن هدفك الجدير بالاهتمام سيبقى كذلك إلا إذا كنت متحمسا مصمما لتحقيق ذلك التحفيز هو الطاقة التي تدفعك إلى تحقيق الأهداف وهي ضرورية لجميع أنواع النجاح تحتاج الدافع بجرعات كبيرة وتحتاجها يوميا وبعد أن تتلاشى النشوة الأولى لتحقيق هدف واحد فأنت بحاجة إلى التحفيز لبدء العمل على الهدف التالي الدافع هو الطاقة التي تجعلك تحاول مرة أخرى عندما يستسلم كل شيء من حولك ويوصل مختصون في التوجيه لتحقيق الأهداف بأن يحتفظ الشخص بصورة للعنصر أو الأمر والنجاح الذي يرغب بالوصول إليه ليراها يوميا ويتذكر ما يرغب به بالتحفيز تظهر المبادرة المستمرة من الفرد كذلك يكون الإبداع متجددا ومستمرا بالتحفيز تظهر العديد من المقترحات البناءة وطرق التحسين العديدة التي تعالج جوانب القصور التي تكون واضحة في العمل ولابد من وجود القدرة بحيث يكون الشخص قادرا ومؤهلا على القيام بالسلوك المطلوب والذي من خلاله يمكن تحسين العمل إذا تم تحفيزه بخلاف الشخص غير المؤهل والرغبة في الفرد المحفز في الوصول إلى الأهداف الموضوعة وتحقيقها وإذا لم تكن الرغبة موجودة لدى الفرد فإن فرصة النجاح تكون قليلة بالإضافة إلى الجهد والذي يشير إلى الطاقة المبذولة والوقت اللازم لتحقيق الأهداف الموضوعة فالطاقة وحدها غير كافية لينجز الفرد ما هو مطلوب منه بل يحتاج الوقت الكافي لذلك الجميع لديهم دوافع ولكن ليس دائما بنفس الأسباب من المهم التعرف على الإختلافات في المحفزات وفهمها حتى لا نفترض تلقائيا أنه لمجرد أن الشخص لا يبدو محفزا بشيء واحد فهو لا يحفزه أي شيء جميع الناس لديهم أشياء مختلفة تحفزهم هذه المحفزات تجعل الناس يتصرفون بطرق معينة إما للحصول على شيء أو لتجنب فقدان شيء ما بهذا الشكل يكون الفرد قد خطى بطريقه نحو النجاح ومن الخطوات المهمة حقا لتحقيق النجاح في الحياة هي الموازنة بين الأمور وعدم التركيز على شيء واحد دون غيره فالموازنة بين الحب والمال وقضاء الوقت مع أفراد العائلة والمخططات المستقبلية كما يؤدي هذا التوازن إلى نشوء حياة سعيدة وناجحة ولسيما إظهار مشاعر الشكر والامتنان التي تزيد الشعور بالسعادة بشكل كبير بالإضافة إلى التقليل من التوتر كما سينعاكس إيجابيا على النظر للحياة بشكل أفضل وتتعدد أشكال الامتنان فمنها ما هو ذكر للأحداث الإيجابية التي حصلت في اليوم وإعادة التفكير بها لإضفاء مشاعر البهجة والراحة إحدى خطوات النجاح في الحياة أيضا اختيار أصدقاء إيجابيين ومناسبين لقضاء معظم الوقت معهم حيث سيؤثر ذلك إيجابيا في التقدم والتطور والنجاح في شتى مجالات الحياة والابتعاد عن أولئك الذين يبثون طاقة سلبية حيث تؤثر في نفسيتك وتدفعك للرجوع إلى الوراء والحصول على نتيجة نهايتها الفشل مرارا في النهاية كل مننا يهدف إلى أن يكون ناجحا في جميع مجالاته العلمية والعملية والاجتماعية ويبدو أن النجاح تخطيط وأفعال أكثر من أنه حظ أو نصيب حيث لا يوجد هناك في الحياة ما يمكن الحصول عليه بشكل سهل إنما بالمثابرة والجد يمكن صنع المعجزات وقد نتعرض للفشل في بعض الأوقات ولكن هذا لا يعني الاستسلام بل على العكس تماما هذا يعني أنك في الطريق الصحيح وهكذا هو النجاح يحتاج لبعض القواعد المفهومة والأساسيات التي يجب فهمها واتباعها لتحقيقه